شفت زيارة سهدي إزاي النهاردة بشكل سياسي واجتماعي وإنساني من ناحية السياسية الزيارة خطأ في الزمان والمكان ليه؟ لأن احنا المحافظة التي قدمت الشهيد الحسيني أبو ضيف في أحداث الاتحادية من عدة أسابيع وإحنا اللي شهيد من شبابنا إلى الآن لم نستطع حصول على تقرير الطبيب الشرعي رغم مرور أكثر من سبعين يوم على استشهاده ثانيا في الحروب القديمة المنتصر يعني يبالغ في إزلال المهزوم ليه بتقول كده؟ يعني لا يصح في الأعراف في هذه الثقافة اللي انتم إليها أنك جاتل ابني وجاي تفرض علي هيبة سياسية أنت مفتقدها بالأساس في العاصمة وفي أقليم أخرى وأنت لا تجرؤ على الذهاب إلى محافظة أخرى منها مثلا بورسعيد أو المنصور بس حسب معلوماتي سهاج في المرحلة الثانية في الإعادة في التخبات الرئاسة دكتور مرسي أخذ فيها يجي 60% حضرتك الصناديق وفي الاستفتاء على الدستور كانت نسبة النعم في سهاج أكتر من 78-79% حضرتك ده صحيح ولكن الصناديق نحن نعرف كيف تصنع الصناديق يعني مثلا لما أعرف أن في الأقباب منعوا من الذهاب إلى التصويت في منطقة أبو تشت في جنة ما ينفعش أقول أن أبو تشت كلها إسلاميين لما شوف أنه في التعامل مع ما يسمى بالأعيان اللي هم جماعات شغالة لمصالحها ودائما ترتبط بالسلطة ودول لهم تأثير أو صدق روحية ما يقول ليش الصناديق أو ده بقى تصويت حقيقي يعني المسألة مش معناه أن أنا أعمل تسويت بطاقات التزوير هناك أشكال أخرى فده موقف غير معبر عن سهاج ولكن حضرتك في الخبر اللي أزيع ما أنت شفت الناس يعني ضربت بعض عشان تدخل لسيادة الرئيس وعشان يقولوله يعلنوا له حبه وتأييدهم لا هو مش إعلان حب حضرتك هو اللي حصل هناك أنه فيه تحالف نشأ بين بقايا الحزب الوطني وبين ما ما يسمى بالحرية والعدالة أو الزراعة السياسي لجماعة الأخوان المسلمين فالناس اللي هم كانوا ضد الفلول والإخوان طبعا جزء من الفلول الأساسي احتجوا على أن النظام يتبجح ويمارس ويقدم نفس السلوكيات اللي هم رفضوها مقايا مبارك يعني الناس مش عشمنين أنه هم يروح يجابلوا الرئيس إطلاقا هو اللي حصل أنه هم ليجوا نفس المشهد القديم اللي الناس صارت عليه بيتشكل أمامهم بنفس الأشخاص ونفس المصالح لأن الأخوان المسلمين لأنه هم بالغوا في تقدير قوتهم يعني أنت بتقلل من فكرة أنه الناس أو فيه قطاع فسوهاك كان بيستقبل ومستفشر لو ده حقيقي مسألة حب كانوا استقبلوهم على الطرق السريعة بالهتفات وبالورد واللفتات ثم أسألها مسألة لم تكن حبا أبدا كان فيه مظاهر على كبرى أخميم اللي رابط بين شرق سهاج وغربها من السواجين اللي هم مضارين من غياب السولر كان فيه طالبة الجامعة والأساز اللي هم ما نعوه من دخول الجامعة أساسا وعلى فكرة بين النادي الرياضي أو الأستاذ وبين الجامعة عدة أمتار مشكلوات موسيقى